في الفيديو ده عن applications أو التطبيعات والبرامج التطبيقية أو التطبيعات عبارة عن software أو برامجيات دي مختلفة عن software بتاع الoperating system اللي هو نظام التشغيل لأن الapplication بتركب أو بتشتغل من خلال الoperating system لازم الويندوز يكون شغال أولاً وبحمل عليه بعد كده تطبيعات عشان أقدر أستخدمها أو أعمل بها specific task أو مهمة محددة زي الألة الحسبة مثلاً زي برنامج الورد زي برنامج الرسام اسمها application أو تطبيقات لازم يكون الويندوز شغال وهي بعد الويندوز بفتحها من خلال الويندوز يعني بالماوس وبعد كده بعمل تعديلات عن طريق أو مهمة محددة عن طريق الapplications دي قبل ما نشوف أنواع الapplications أو نشتغل معها هنشوف إزاي بعملها عملية setup أو installation أو تثبيت عندي ملف أهو فيه 3 applications أو software بلاحظ أن type هنا application لامتداد EXE دايماً امتداد البرامج EXE لذلك لو جئت أبعث لشخص ملف عن نت ده حيترفض أنه يتبعت لأنه EXE ده عبره عن تطبيق أو برنامج واحتمال كبير يكون شايل فيروسات معه فأحاول أضغطه لو حبيت أبعثه لكن دايماً بيشك فيه الامتداد EXE لأنه application والفيروس امتداده EXE فبيعتبر أن ده ملفات ممنوعة أنه تتبعت على الإنترلاج هحاول أعمل installation أو تثبيت لبرنامج هفتح دابل كليك على برنامج الوين رار اللي هنا فيه اتفاقية لازم توافق عليها لازم أوافق أولاً أقول له ممكن تبقى accept أو أي لفظ المهم أنه موافق وبعد كده بعمل عملية installation أو تثبيت بياخد وقته بحسب البرنامج طبعا الوين رار برنامج سريع أو حجمه خفيف فبيتثبت بسرعة طبعا قال لي خلاص أنا تثبت وحأشتغل مع الامتدادة دي هتولها أنا بقول له أوكي كل طبعا الapplication ما بينزل بيتولى بعض الامتدادات عشان يتعامل معها كده الوين رار خلاص اشتغل وتمام معي طيب نفس البرامج أي برنامج نفس الخطوات بيختلف بقى الشاشات بتختلف لكن الفكرة واحدة أن أنا بوافق على الاتفاقية وبحضر له المصار وبمشي معها بعد ما بيثبت الوين رار بقى بلاقيه فين أو بتعمل معاه ازاي من خلال start button بضغط على start menu وبلاقي الوين رار تثبت عندي كبرنامج هنا all programs كل البرامج هنا عندي all programs لو ضغطت عليها ضمن الapplication بتاعتي طبعا مايكروسوفت office اللي أنا بشتغل معها في ICL اللي طبعا البرامج اللي أنا بشتغل معها سبتتها وعندي كمان مرفق بقى مع الويندوز حاجة اسمها accessories أو برامج ملحقة في حالة ان انا ما عنديش application والحالة ان انا ما ثبتش حاجة من ديلي هو برامج ملحقة حاجة تشغلني زي calculator على حسبة زي not bad ممكن اكتب لو ما نزلتش برنامج الورد paint اللي ورسام لو ما عنديش photoshop أو ما ثبتتوش مثلا sound recorder عشان اسجل اسجل اسوات طبعا في عندي حاجة اسمها ease of access أو سهولة الوصول هنشوف البرامج دي برضو مرفقة مع الويندوز عندي هنا مجنة فار المكبر لو شخص عنده صعوبة في الرؤية بيشغل زي عدسة مكبرة على الشاشة narrator دي قارئ الشاشة لو شخص برضو عنده مشكلة في الرؤية وعايز الكمبيوتر يوقف هو بالماوس على اي كلمة يقرهاله on screen keyboard برضو الناس اللي عندها صعوبات في استخدام الايد على الكيبورد ممكن تستخدم الماوس ويظهر كيبورد على الشاشة وتستخدمها برضو windows peak recognition لو برضو ممكن اواجه الاوامر للويندوز عن طريق الصوت اكلمه اقول له open لو شغلت البرنامج ده هيعمل open shut down هيقفل وهكذا بيدرك الصوت وبينفذ من خلاله باسمها البرامج الملحقة اللي جاية مع الويندوز طيب لو حبيت بقى اشيل اي application انا سبتته دي طريقة ان انا اشيله لازم ادخل في ال control panel ماينفعش ان اشيله من عن طريق delete بقى لانه مش ملف عادي لان انا عندي البرنامج زي ما احنا عارفين ده برنامج الورد اي كونتو بالشكل ده واضحة ده ملفه بينتمي لبرنامج الورد فلو حبيت احزف الملف عادي ورقة انتكتها بالورد بعملها delete بتروح للrecycle pen اما الورد نفسه لا ده نزل واختلط مع الويندوز داخل قائم start وبعدين all programs وبلاحظ انه في موجود في مجموعة microsoft office لكن مكانه الحقيقي هو داخل داخل في ال program files فاشتبك مع الويندوز عشان اشيله لازم ادخل في ال control panel من خلال ال control panel بدور على حاجة اسمها program and features طبعا ال control panel مترتبة افجديا فانا بنزل لحد حرف ال P programs and features برامج وميزات وبعدين بحدد اي برنامج انا عايزه وبعمله uninstall دي طريقة رفع او ازالة ال application من على الكمبيوتر بتاعي بقى كلمة install معناها تثبيت uninstall ازالة التثبيت ودي الطريقة اللي بشيل بها البرامج زي الموبايل بالزبط انا بدخل على التطبيقات وبعمل ازالة للتطبيق ده غير ان يكون عندي اسم وبعمله حسف بكل بساطة ال application بيحتاج طريقة اللي تثبيته عمله setup بنسميه بالعربة نقول تصتيب ويزالة اللي هو uninstallation برضو من control panel اشتركوا في القناة